امام ارتفاع اسعار المحروقات وتأثيره على الاقتصاد الوطني تمكن تونسي من اختراع الات تخفض من نسبة استهلاك الطاقة للسيارات وخاصة الشاحنات الثقيلة الى حدود 45% حسب تقديره حسب دراساتي الميكانيكية اللي عملتها وخبرتي في ميدان الميكانيك والوضع الاقتصادي اللي خلى الناس تخمم لانه غلاء المحروقات وغيره خلىهم نخمم في ابتكار ما الى حد ما وصلت اخترعت الجهاز هذا اللي تشوفوا به قدامكم واللي من شأنه يعاون برشا الناس هذا ما الاستثمار في مثل هذه المشاريع فكرة مربحة لا ريب فهذا الجهاز سهل التركيب على كل انواع السيارات وخاصة الثقيلة كما انه لا يضر المحرك فضلا عن انه مقتصد للوقود هذان مقتصد للتاقة نجب انحطوه على اي وسيلة نقل سواء صغيرة او كبيرة سهل ياسر تركيبه ما يطلبش وقت كبير وما عندوش حتى ضرر للمحرك والقالونت نمتاعه مدى الحياة الاختراع يساهم بقسط كبير في حل مشكل دعم المحروقات حيث سيوفر على الدولة ما لا يقل عن خمسة مليار دولار من الارباح في السنة حسب توقعات صاحب الاختراع بالنسبة للدولة عندو ايجيبيات كبيرة نجم يقولو حتى اكثر من المواطن لانه هذان نعرف اللي احنا المحروقات نجيبه فيها بالعملة السعبة وعندها صندوق الدعم في تونس اللي هو يدعم بخمسة لاف وبستة لاف مليون مليار دينار للمحروقات هذا من الكل النجم تربحهم الدولة ونجم يربح الدولة فيما لا يقل على خمسة مليار دولار في العام المعرفة والخيال والحرية والتاريخ مفردات آمن بها فوز خليل وكسب التحديات لإيجاد حل تونسي صرف للارتفاع المتواصل للمحروقات والنتيجة براءة اختراع ناجح ستستفيد منه الدولة والمواطن على حد السواء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر